رحيل سيد عبدالحفيز دي حاجة بقى مجلس الإدارة اللي يطلع يقولها مش إحنا إحنا ما بنجمش وبعدين أقولك على حاجة هو النادي الآلي ده في يوم الأيام مش مشي كابتن محمود الخطيب قاله بطل دي آخر سنة اللي هو كابتن التاريخي مش جيلي كابتن طرى بزيته ومشاه هو النادي الآلي كده سياسته كده معندوش عواطف ما ببقاش على حد محسام عشوره أي حد وابراهيم وحسام وشو بيرو كل دول وربيع وعلى ما يهوق كل دول هو كده سياسته كده لأ دي خلاص عمرك انت لغاك كده خلاص حد اللي بعد بس اقلب صفحة واقلب اللي هي مصلحة النادي أهم من أي حد فاهمني فأنت ما تزعلش لأن دي هي سنة الحياة وخلي بالك برضو يعني موضوع سيد عبدالحفيز ده فيه لغز اللغز ده لا يعلمه غير مجلس الإدارة وسيد عبدالحفيز بس بس أنا راجل لسه قاعد مبارح على الدكة وكسباني النادي المصري واجي تاني يوم الظهرة تشال كان بيبقى فيه بوادر بتيجي مثلا خلال الموسم آه ده عمل مشكلة بترماه في الايه في الاعلان ده عمل مش عارف بتاعة أكرم ده فاهمني فأنت لما تعمل الكلام دوت قبل ما ماشي فأنت كنت بتمهد ان انت بص يا كابتر رضا انا بكلمك وانا الكلام مسئول عنه وبقوله لك بمعلومات رحيل سيد عبدالحفيز لو عمل ايه سيد عبدالحفيز فاهمني سيد عبدالحفيز رحيله تصفيت حسابه انا اللي بقولك وفي مشاكل بسبب بقى لها سنتين انا اختلف معاك اللي يجبهالك بقى كولر اصلي كذا انا اختلف معاك بص ما فيس سبب جوهاري انت عارف سيد عبدالحفيز ده بقى له قد ايه مدير كورة او مسئول جوه الناد لأهلي هتيجي تقولي انه هو هيغلط اصلي طلع لك يقولك اصلي اكرم توفيل مش عارف لا 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 كل ده بص اصلي ساقة واحد لسه كان بيكلمني اصلي ساير عبدالحفيز واحد من التابعين وتابعي التابعين اصلي ساير عبدالحفيز كان بيدخل في الامور الفنية وكولر اعترض عليه يا سلام انا بقوله حالتك ده اللي بيتم التسريب لا يا عم اصلي هو ساير عبدالحفيز خلي بالك خلي بالك هم مش عايزين يقولوا اصل الموضوع الموضوع فيه كرسة فيه مصيبة لا مصيبة لها علاقة هم ومجلس الادارة المشاكل اللي موجودة لا ولا المشاكل دي تأثر مع ساير عبدالحفيز بص بص هتقول لي تصفيت حسابات ما حدش يجرؤ يقول سبقا حسام غالي او العمري فاروق او اي حد مع كل احترام لمجلس الادارة يقدر يأثر على كابتن محمود الخطيب في حتة ان ده يمشي وده يقعد اسمع لنا هي الموضوع فيه ان الان دي عشان كده سيد ملتزم لا اوه سيد لانه محترم سيد ما هو مش يقدر يتكلم مش يقدر ولا مجلس الادارة هيقدر يتكلم بس الايام بيننا وفي يعني فيما بعد ممكن نعرف ايه اللي حصل وزبط ماته لا سيد لانه بيتعمل بمسئولية وعارف يعني ايه قواعد النادي الاهلي فمش هيتكلم خالص ماشي ومش هتشوفه اوه هو مش هتكلم عشان هيرجع في يوم الايام فهيستنى ما يرضاش يتكلم ولا يقول عشان عارف ان هو ممكن يرجع انما لو يتكلم كمان تريخه هو النادي الاهلي لو يتكلم وبيحترم النادي الاهلي ماشي لو يتكلم مش هخش النادي الاهلي بس كابتن رداء خلينا انا اتفق ان سيد عبدالحفيز وصل لمرحلة وده هتشوفها الفترة الجاية ان المشاكل بتظهر وهو مش موجود ماشي زي كان الله رحمه كابتن سابت البطر يعني قيمة الكابتن سابت يعني لان ده الصلاحيات بتاعه بقت اكتر من الكابتن سابت دي رقمها كابتن سابت كان برضو خلي بالك ما تنساش ان كان فيه كابتن خطيب في عدو مجلس ادارة كان فيه كابتن حسن حمدي نائب رئيس النادي كان فيه كابتن صالح سليم اللي هو واخد بالك فكان الدنيا ميت يسارة وبعدين كان فيه لعيبة سقفتها في الوقت ده كانت عالية وما كانتش فيه سوشيال ميديا وما كانتش فيه لأ حتى كمان اللي كان بيغلط اللي هو الغلط العادي انها رفزك انت واخد بالك فالحاجات دي كلها ما كانتش يقدر ياخد فيها قرار غير لما يرجع الاول انما ممكن دلوقتي سي دعب حفيز زي ما عمل وخاد المتين الف جنيه لما احسن الشحات وجي بعد كده كابتن الخطيب زودها واخد بالك لان هو لو رجع لكابتن الخطيب كابتن الخطيب ما كانت تزودها واخد بالحاب بريتك فهو تعرف بقى ان ده كان القرار قرار سيد ما رجعش المين للمجلس فلما المجلس شاف ان الموضوع اكبر من كده كمان فعمل ايه خلاه بقى واخد بالك واخد بالك يعني اذا ان هنا تفهم ان القرار كان قرار سيد عب حفيز يعني الراجل ده واخد صلاحيات غير الكابتن سابت الله رحمه غير الكابتن طارق سليم لان الناس دي كانت لازم ترجع لمن للإدارة وانا بقولك هو الموضوع بتاع سيد عب حفيز عشان نقفله موضوع في حاجة اكبر من اي حاجة حصلت قبل كده ولا تقول لي بقى مشكلة اكرم توفيق ولا مشكلة انه بتدخل في التشكيل ولا كل الكلام ده وان مش داخل دماغ هي في حاجة كبيرة حصلت عشان كده كابتن محمود الخطيب رضاق اني لازم يمشي سيد عب حفيز ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر